بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج شهر رمضان شهر الدعاء لصاحب الزمان هناك خمسة أمور الكثير من الناس لا يخبرونك بها حول حقيقة الزوج هناك خمسة أشياء في الزوج ثابتة معروفة في الأعم الأغلب موجودة عند كل الأزواج فعلى الفتاة إذا ما أرادت الزواج عليها أن تعرف هذه الأمور الخمسة في الزوج وإذا كانت متزوجة وتعترض على بعض الأمور فلتعرف تلك الأمور الخمسة كي تغير من نمطي حياتها ومن نمط علاقتها مع زوجها الأمر الأول الذي كثير من الفتيات لا يعرف أنه في الزوج هو بأن الزوج ليس وسيلة لتحقيق أحلامك يجب تصحيح أفكار عديدة عالقة بأذهان الفتيات والتي من أهمها أن الرجل الزوج ليس وسيلة لتحقيق الأحلام وإنه من الخطأ الاعتماد على الزوج في مسألة بأنه كمصباح على الدين يمكنه أن يفعل لك ما تريدين وأن يحقق لك ما تريدين من الخطأ الاعتماد عليه في ذلك وخصوصا في تحقيق السعادة ومن هذا المنطق يجب أن تكون هناك خطة بديلة عند الفتيات حتى لا يزدمن بالواقع لأنه لا يمكن أن نظر إلى الرجل بعد الزوج على أنه مصباح على الدين إنما يجب الاعتماد على النفس في تحقيق الأحلام حاول أن تعتمد على نفسك في تحقيق أحلامك هذه القضية جدا مهمة جدا مهمة عليك أن تعرفيها كذلك الأمر الآخر في مسألة بأن الزوج فيه خصلة لا تنفك عنه في العم الأغلب هي مسألة الأنانية الأنانية جزء من شخصية الرجل لا نسيء للرجال عندما نقول أن الأنانية جزءا من شخصية الرجل لأنها حقيقة وأكدت عليها الكثير من التجارب في الحياة يعتقد الرجل بأنه يجب أن يكون الأول في كل شيء عند زوجته في حبها في اهتمامها في رعايتها في كل شيء يجب أن تنظر إليه 24 ساعة إذا ما قصرت في شيء بسيط أهملت أمرا بسيط قلب الدنيا بأجمعها يزعل ويضجوار إلى غير ذلك هو يحب أن تكون زوجته يعني تنظر إليه 24 ساعة من دون أي تقصير كأنه محور البيت فقط وليس كأن لديه أولاد والزوجة لديها عمل سواء كانت موظفة أو غير موظفة عمل المنزل يعني عند الزوجة فات ألف قضية وقضيلة إنما هو القضية الأولى والأخيرة والكل فليت بلا الجحيم فلا تنصدمي أبدا إذا عرفت بأن الخصلة الثانية عند الزوج هي مسألة الأنانية كيف تتعاملين مع الزوج الأناني؟ الإجابة كما يقول علماؤنا الأعلام في أنه يجب على كل فتاة حديثة العهد بالزواج أن تهتم بالرجل بالقدر الذي لا يجعلها تنسى نفسها بالطريقة التي تحميها من الوقوع في بئر الإهمال عليها أن تعلم أن منح الرجل الحب والاهتمام يعد حقا أصيلا له نعم ولكن يجب أن يكون باعتدال منذ بداية الزواج كما يجب أن تهتم المرأة بنفسها أيضا منذ بداية الزواج لكي يعتاد على ذلك هو أيضا كثير من الرجال مع الأسف الشديد المرأة بذلت جهدا كبيرا في مسألة احترامه وحبه وتقديره وضحت بكل شيء حتى أهملت نفسها ثم بعد ذلك إما أن يتزوج عليها وإما أن يكون علاقة مع غيرها وعلى الأقل على الأقل على أقل التقادير يتكلم عنها بسوء أمام الآخرين بأنها إمرأة غير نظيفة بأنها إمرأة لا تهتم بنظافة بيتها مهملة لنفسها إلى غير ذلك كذلك يعني النقطة المهمة من ضمن الحقائق التي يجب على الفتاة أن يعرفنها بأن تحقيق التوازن ليس أمرا يسيرا تحقيق التوازن بين الرجل وبين الواجبات الأخرى التي تقع على عاتق الزوجة ليس أمرا يسيرا خصوصا بعد الإنجاب هي حقيقة يجب عدم الاستخفاف بها يجب الاستعداد لمواجهتها بالذكاء العاطفي والحكمة حتى يتحقق التوازن بين كل متطلبات الحياة الزوجية كذلك الأمومة بعد الإنجاب فعلى الفتاة تعرف على الزوجة تعرف بأن الزوج في كثير من الأحيان ما يعذر إطلاقا ولو كان لديك خمسة أطفال صغار لا يعذر يريد جميع حقوقه ويتصور بأن هذه حقوق وإلا ليس له حق شرعا إلا بأمرين بأن لا تخرجي من البيت إلا بإذنه ومسألة تمكين النفس ولكن هو لا يعذر أبدا مهما كثرت المسؤوليات مهما امتدت بكم الحياة وأنجبتم أطفالا هو يريد القضية فقط لنفسه وقلنا بأن نوع من الأنانية لذلك عليك أن تستخدم الذكاء كيف توازنين الأمور كي لا يكره أطفاله أو يكره بيته ويكرهك بعدم لعدم اهتمامك به فالتوازن بين عملك وبين زوجك بين أطفالك وبين زوجك بين مسؤولياتك وبين زوجك هذا يجب أن تحسبين له ألف حساب الأمر الآخر في مسألة بأن الزواج ليس دائما عش الزوجية هو مكان هادئ ومطمئن العش قد يكون حلما بعيد المنال في كثير من العوائل في كثير من البيوت توجد هناك خلافات أمر جدا طبيعي ما نتمنى بأن لا يصل الخلاف إلى أمر لا يحمد عقباه لذلك على الزوجة أن تستعد في مسألة التحمل في مسألة الصابر إلى غير ذلك والحمد الله وشكر المرأة العراقية خصوصا يعني إضافة إلى المرأة العربية هي تصبر كثيرا على زوجها على أولادها على بيتها وعلى الظروف التي تمر بها فهذا الأمر لا يحتاج لا توصية مسألة التجاهل والتغاضي عن العيوب ضرورة ملحة هذا الأمر جدا مهم كما يقول علماؤنا الأعلام فالتجاهل والتغاضي عن العيوب حقيقة مهمة في الزواج لذا يجب أن يتم التغاضي عن بعض العيوب في المقابل يجب تعظيم المميزات لأنها هي التي تكون دافعة للتجاهل يعني بمعنى بأن الزوجة إذا رأت في زوجها عيبا قالت بأن جميع الرجال لديهم عيوب ليس فقط زوجي وإذا رأت فيها حسنة ورأت فيه شيئا جيدا تقول الحمد لله والشكر الله رزقني بزوج يحمل هكذا صفات جيدة يعني بمعنى بأنه قدر الإمكان تعظم حسناته في عينها في عيون الآخرين وكذلك تحقر عيوبه تنظر إليها بعين الأس صغار وتقول بأنه الكل لديه عيوب وليس فقط زوجي لديه عيوب هذا الكلام لمن أرادت أن تحافظ على بيتها أن تحافظ على أولادها على استقرار عائلتها إلى غير ذلك فهذه الحقائق الخمسة مع الأسف الشديد كثير من النساء لا يخبرونهن قبل الزواج بذلك يزدمن بعد الزواج وبعض الأمور تبقى لعشر سنوات وخمسطعة سنة وعشرين سنة والمرأة لا تفهم هذه الأمور الخمسة فعليك أن تعرفيها كي تعرف كيف تتعامل مع زوجك المستقبلي أو زوجك الحالي وفي خدمتكم هذا كان إجابة على سؤال برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام